السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب المواسر لانجليزية لصف الاول الثانوي الترم التاني العام الدراسية عشرين اربعة وعشرين الوحدة السبعة درس التالت والرابع صفحة اربعة وثلاثين سؤال اول نحن نتعلم مهارات الكمبيوتر في المدرسة لانها مفيدة يبقى شد ينبغي علينا ان احنا نتعلم الاجابة لتربيه مصنت لا يجب كانت لا نستطيع وضون تلاه السؤال الثاني use your phone while you are driving it's dangerous انت تستخدم الهاتف اثناء القيادة انه خطير يبقى لا يجب ممنوع عليك مصنت اللي جابها لترسية مصنت يجب كان يستطيع وشهد يعني ينبغي مش حينس يقول معنا السؤال الثالث use base do the shopping now i'll do it later انت تعمل هذا التسوق الان انا سوف افعله لاحقا يبقى كده طالما سوف افعله لاحقا يبقى كده لانت لست في حاجة انت تعمل دلوقتي ضرورة اقل يبقى هنا you need to do the shopping now مش لازم تعمل التسوق دلوقتي انا هعمله لاحقا السؤال الرابع use base make noise in the library it isn't allowed غير مسموح به طالما غير مسموح يبقى مصنت يبقى you mustn't make noise in the library لما منوع عليك ان انت تعمل ضوضاء في المكتبة it isn't allowed غير مسموح به باي كده صفحة 35 السؤال الخامس my friend has sent me an email this morning صديقي ارسل لي ايميل هذا الصباح is base replay soon or he will start to worry انا ارد عليه قريبا او سريعا وإلا سوف يقلق يبقى انا في حاجة ان انا ارد عليه سريعا وإلا سوف يقلق يبقى نيتو الاجابة لطربيه السؤال السادس passengers cross the crossroads in their cars when the traffic light is red المسافرين يعبوروا الطريق بسياراتهم اذا كانت اشارة المرلونة احمر لابقى لا يجب ممنوع mustn't الاجابة لطربيه السؤال السابع you should space should be begin بعدها في المصدر يبقى ووش الاجابة لطر ايه يبقى you should wash vegetables before you cook them لازم تخسل الخضرات قبل انت اكلها السابع السابع هنا جاب المفعول في اول الجملة تمامك كده اصبحت مبنية للمجهول مبنية للمجهول مع شود بجيب بي وبعكها تصري في السلس فحتى تبقى الاجابة لطربيه be washed vegetables should be washed before you cook them تخسل الخضار قبل اكلهم الاجابة لطربيه السؤال التاسع you must space your mother with here how it works she looks tired must be بعدها فعل في المصدر يبقى you must help يجب عليك ان تساعد والدتك في اعمال المنزل انها متعبة الاجابة لطرقية سؤال العشر your mother must space with how it works with how it works she looks tired برضو جبت هنا your mother في اول الجملة اصبحت اه كده مفعول واصبحت الجملة المجهول مصد بيجي بعدها بي وبعد كده تصري في السلس يبقى بيها يلبد الاجابة لطربيه تساعد الام فيها العمل المنزلي هي تبدو اه متعبة السؤال ال 11 go to the pyramid when you are in giza انت تذهب الاهرامات عندما تكون في الجيزة هذا انها رائعة انها جميلة يبقى كده بنصاحه بشيء ايجابي يبقى شهد ينبغي عليك ان انت تزور الاهرامات لانها رائعة عندما تكون في الجيزة الايجابة لطرسية السؤال ال 12 go to the doctor هنا الدكتور اللي بينصحه وبيقول له انت ما تشربش اهوة لان ده مش كويس لقلبك الضعيف يبقى كده نصيحة قوية بعدم الفعل بقمص انت الايجابة لطرقية اما شودنت فهي نصيحة اقل السؤال التلاتاشر لا يجب عليك ان انت تقول الكذب يا ابني يبقى مصد الاجابة لطربيه لان ده كده الوالد او الوالدة اللي بتقول برضو نصيحة قوية السؤال الاربعتاشر يجب علي ان قطيع والدية طوال الوقت يبقى مصد الاجابة لطرسية السؤال خمستاشر عشان تسوق سيارة يبقى لازم يكون للمرء آآ رخصة في الاول خالص يبقى مصد الاجابة لطربيه بعد كده السؤال الستاشر آآ انت شكلك متعب يبقى لازم تاخد اجازة لفترة من الايام او لأيام قليلة يبقى كده نصيحة يبقى الاجابة دي مبنية للمجهول وهنا يفاعل فمش هتنفع خلاص السؤال السبعتاشر لو انت لسه في مصر انت لازم تحضر حفل الزفاف بتاعي انت صديقي المقرب او صديقي الافضل يبقى كده بدعوة حارة يبقى مصد الاجابة لطربيه السؤال التمنتاشر قبل ما تروح عادة الاسنان يبقى ينبغي عليك ان هتخسل اسنانك الاجابة لطربيه السؤال مش هتنفع عشان قدت بيجي بعضها طوال السؤال الساعتاشر علي طويل جدا يبقى ينبغي عليه ان هو يلعب كرة سلة نصيحة يبقى الاجابة لطربيه السؤالة عشرين انا حركة بكطار الباكر غدا يبقى انا كده لا يجب ان اشرب قهوة لانه هيصهرني يبقى مصد الاجابة لطربيه السؤال الواحد وعشرين نحن لا يجب علينا ان احنا كنا نروح المتحف اه المتحف لان بالفعل كان مغلق عندما وصلنا عندما وصلنا يبقى احنا فعلنا الشيء بس اعرفنا انه ما كانش ضروري يبقى نيد انتهاف الاجابة ايه اما ديت انتهافته معناها لم يكن ضروري ولم يفعل لما هنا فعل واكتشف بعد كده ان هو غير ضروري يبقى الاجابة لطربيه بقى كده صفحة ستة وتلاتين لما تكون بتقود لازم تتوقف لما تكون الاشارة حمراء يبقى ده قانون لو الاجابة لطربيه السؤال تلاتة وعشرين يوز بيز زم يسر دي انت هم امس هنا يصر دي امس دلوقتي يبقى متاخر شود كل في المضارع مستبعدة شود انتهاف كل تمام شود انتهاف كل برضو مستبعدة لانه في المضارع يبقى انا عايز هنا في الماضي وهنا بتستخدم لللون للون شود كان لازم تتصل بيهم كان ينبغي عليه كان ينتصل بيهم امس ودلوقتي الوقت متأخر ولا لم يكن من انت تتصل بيهم بالامس لا كان لازم تتصل عليهم بالامس لان دلوقتي الوقت متأخر الاجابة لطربيه الساعة اربعة وعشرين اه هنا من من الافضل تعمل تمارين هذا يجب عليك ان تتتبع النصائح اه اللي هنا تتتبع نظام غزائي انا الاحظ هنا في شود انت بجيش بعدها وشود برضو بجيش بعدها ومس انت بجيش بعدها يبقى بالاجابة دي اللي هو لا تتبع نظام آآ غزائي. بعد كده سؤال خمسة عشرين هنا هل تعتقد انه يمكن الاركب الدراجة على الرصيف? لا يجب عليك الاجابة بممنوع. سؤال ستة عشرين. لو انت عايز تجيب درجات كويسة. عليها لازم من الضروري تزاكر كويس. وديات نصيحة الاجابة لطرقية. سؤال السبعة واشرين. هاونت زي جيفن يوزا موني باك يت زي سبيز زت لاستويك. لاستويك بتضل على الماضي. شو دهاف دان يجب ان يفعلو زلك. هما لسه ما رجعو لكش الفلوس اللي هم ما خدوها. كان لازم يعملوه الاسبوع اللي فات. يبقى هنا شو دهاف دان الاجابة لطرقية. دي بتستخدم لللوم في الماضي. السؤال التبانية واشرين وهي سبا بروژيكت. بفور يو فينشد سافير STEW Generally. انت تبدأ في المشروع التاني قبل كان لازم الاول ان انت تخلص المشروع الاولاني. مشروع الاول اللي لازم ينتهه وبعد كده تبدأ في المشروع التاني. يبقى انا كده بالوم عليه. مكان شي لازم ان انت تبدأ المشروع التاني. قبل ماتتخلص الاولاني. يبقى هنا شو دي انتهاف لالاجابة لترديل اني بتكلم على اللوم في الماضي. وصلت تساة وعشرين انا حقا متعب. يبقى كان لازم تروح الفراش مبكرا الليلة الماضية. يبقى اجابة لترسية. بعد كده السؤال التلاتين انا يعني دايما غالبا ببقى متعب طول اليوم كان لازم او انت يجب عليك ان انت هتذهب الى الفراش مبكرا. راحز هنا في تو. تمام? يبقى هنا عشان بتيب بعد جوه. طبعا. ها كل جوه بيجي بعدها تو. يبقى كان يجب عليك. انا متكلمش في المودل. انا بتكلم في المضارع. ايام دي في المضارع. تمام? يبقى كده بتكلم في المضارع. يبقى يو شود جو. يبقى الاجابة لطرقية. بعد كده السؤال الواحد وتلاتين اه اتوود بيس بيس يبقى من غير المعقول ان انت لسه مستمر في التدخين. الاجابة لطرقية. بعد كده السؤال الاتنين وتلاتين. نصيحتي ليك. بيجي بعدها وبعد كده يشوب بقى يبقى انت متعملش صدقات مع هؤلاء اصدقاء السيئين او الناس السيئة. يبقى الاجابة لطرقية. السؤال التلاتة وتلاتين انا المدير بتاعك. يبقى لا يجب عليك ان انت تغادر بدون الاستئذان مني يعني او بدون السماح مني. يبقى هنا لا يجب عليك الاجابة لطرقية او ممنوع. سؤال الاربعة وتلاتين. اي من هزي الجمل هي متركبة بشكل صحيح في ناحية او القواعد الانجليزية. لا يجب عليك ان تستيقز مؤخرا متأخرا في الاجازات. لا ده مش ممنوع ولا حاجة عادي. ده ما في الاجازات. لا يجب برضو ان تستيقز مبكرا في الاجازات. برضو هيدا مش لازم عادي برضو مش الزام. اه اه جيت اوب اه ليت اون هولي دايز. يو دونت هاف تو اه اه هي دي. هي دي اللي تنفع انت مش لازم تصحى بدري في ايام الاجازات. عادي لان ده اجازة تصحى براحتك. الاجابة لطرقية. سؤال خمسة وتلاتين. اي هاف تو وير ما يونيفورم تو ويرك. انا لازم هاف تو معناها الزام خارجي. لازم البس الزي المدرسي. اه الزي معزرات الزي الموحد في العمل. كده ما عندش خيار لان ده الزام خارجي من العمل. مسلا اي هاف نو تشويس. ليس لدي اختيار الاجابة لطرقية. شكرا اشتركوا في القناة.